كان الإمام أحمد بن حنبل يريد أن يقضي ليلته في المسجد ولكن منع من المبيت فيه بواسطة حارس المسجد حاول معه الإمام ولكن دون جدوى فقال له الإمام سأنام موضع قدمي وبالفعل نام الإمام أحمد بن حنبل مكان موضع قدميه فقام حارس المسجد بجره لإبعاده من مكان المسجد وكان الإمام أحمد بن حنبل شيخا وقورا تبدو عليه ملامح الكبر فرآه خباز وهو يجرب هذه الهيئة فعرض عليه المبيت معه فذهب الإمام أحمد بن حنبل مع الخباز الذي أكرمه ونعمه ثم ذهب الخباز لتحضير عجينه لعمل الخبز فسمع الإمام أحمد بن حنبل الخباز يستغفر ويستغفر ومضى وقت طويل وهو على هذه الحالة فتعجب الإمام فلما أصبح سأل الإمام أحمد الخباز عن استغفاره في الليل فأجابه الخباز أنه طوال ما يحضر عجينه ويعجن فهو يستغفر فسأله الإمام أحمد وهل وجدت لاستغفارك ثمرة؟ فقال الخباز نعم والله ما دعوت دعوة إلا أجيبت فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمعدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والله ما دعوت دعوة إلا أجيبت إلا دعوة واحدة فقال له الإمام وما هي؟ فقال الخباز رؤية الإمام أحمد بن حنبل فرد عليه الإمام أحمد وقال أنا أحمد بن حنبل والله إني جررت إليك جرأ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الثامن عشر من عمرها تزوجت هنا من رجل يكبرها بثلاثين عاما لأنها كانت تشتاق للخروج من منزل أهلها الذي كان كسجن يقتلها تدريجيا كما كانت تظن أن زوجها الثري سوف يطوف بها العالم ويحقق لها كل ما تتمنى ولم تكن تدرك أنها ستجد في منزل زوجها سجنا من نوع آخر أكثر ظلما محرمانا وبعد فترة من الزواج زارت أخت الزوج بيت أخيها وعندما علمت أن زوجة الشابة لا تصلي ولا تعرف الكثير من أمور دينها نصحت أخاها بتطليقها إن لم تهتم بهذه الأمور الدينية لذلك نصح زوجها بالمداومة على الصلاة ولكنها لم تستمع لكلامه يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ولأسباب كثيرة كان يرفض أن يخرج معها متحججا بالتعب بسبب كبر سنه ولم يكن يسمح لها بالخروج بمفردها مع صديقاتها وكان يصر على أن تبقى أسيرة في منزلها على مدار اليوم وهذا جعلها تتعرف بعد فترة إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووجدت من خلالها هامشا من الحرية والسعادة رغم ملازمتها للبيت وشعرت أخيرا بأنها على قيد الحياة وبعدها استخدمت بعض برامج الشات حتى حدث المحظور وهو إقامة علاقة مع رجل غريب هذه العلاقة بدأت بمجرد تعارف وانتهت بخيانة إلكترونية ويليث الأمر اقتصر على ذلك فدخولها على مواقع التعارف والدردشة أصبح إدمانا فأصبحت تتعرف يوميا على أشخاص جدد وكانت تدخل إلى عالم الإنترنت بعد خروج زوجها وتضع كلمة مرور خاصة بحيث تمنع أي شخص أن يتعرف على الرسائل الغرامية التي ترسلها أو يرسلها لها آخرون ومع الأيام شعر الزوج بغياب زوجته عنه ذهنيا وعاطفيا بل لم تعد تهتم بحقوقه الزوجية أو مطالبه من طعام وملابس وخلافه فهدتها بالطلاق إن لم تعد كما كانت من قبل إلا أنها استمرت في تجاهله وأصرت على موقفها العدائي والكاره له ظلم منها أن أكثر من شاب ممن تعرفت عليهم سيتقدم لها ليتزوجها وسوف تختار من بينهم أفضل بدين لزوجها ومع إصرارها ناء على موقفها قام الزوج بتطليقها بعد أن تنازلت له عن أكثر حقوقها وبعد مرور عامين من طلاقها لم تجد من يتقدم إليها للزواج بعد أن هرب كل من تعرفت عليهم وظلت سجينة في بيت أهلها إلى يومنا هذا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كان هناك شاب يعيش مع والدته بعد أن توفي والده من زمن طويل وصممت والدته أن تجعله يكمل دراسته وأن تتحمل هي وحدها كافة مصاريفه فكانت تعمل وتنفق عليه وعلى دراسته وتمنعه من العمل حتى يتمكن من الدراسة قبل أن ينتهي الشاب من إكمال دراسته توفيت الأم رحمه الله فحزن قلبه لفراقها وبكى عليها كثيرا ونذر لله عز وجل أن يخرج من راتبه بشكل شهري مبلغا يجعله للفقراء والمحتاجين وفي نيته أن يكون ثواب وأجر هذه الصدقة إلى أمه كما أقسم على نفسه أنه لن تفوته سجدة واحدة إلا ودعا لأمه وأن يتصدق ويبني المساجد ويأتي بالبرادات ويفعل الخير الكثير ويهب ثواب وأجرى كل هذا إلى أمه مرت الأيام وتزوج الشاب وأنجب ولدا سماه محمدا وفي يوم من الأيام وبينما هو خارج للصلاة رأى مجموعة من رجال يضعون براد ماء في مسجد حيهم فضاق صدره عندما أدرك أنه نسي هذا المسجد قائلا في نفسه لقد وضعت في أماكن كثيرة ونسيت أن أضع برادا في مسجد حينا وبينما هو يفكر في ذلك فإذا بإمام المسجد يلحق به ويناديه قائلا بارك الله فيك وجزاك خيرا يا أبا محمد على براد الماء تعجب الرجل من كلام الشيخ وقال ولكن هذا البراد ليس مني فقال الشيخ بل هو منك أحضره اليوم ابنك وقال أنه منك وإذا بابنه الصغير يقبل عليه ويقبل يده ويقول إنه مني يا أبي ولكنني نويت أن أهب أجره لك وأدعو الله عز وجل أن يتقبله سقاك الله من أجره بسلسبيل الجنة دمعت عين الرجل وسأل ابنه ومن أين أحضرت ثمنها يا بني وأنت لا تزال في الصف الأول الثانوي ولا تعمل وليس لك دخل فقال الابن منذ خمس سنوات بدأت أجمع وأدخر المال من مصروفي ومن أي مال تعطيني إياه حتى تمكنت اليوم من شراء هذا البراد لأبرك به كما بررت جدتي رحمه الله على مدار سنوات ورأيتك تفعل ذلك دائما في كل موضع وحين فسبحان الله صدق من قال قديما البر دين وسيعود لك يوما في أولادك والعقوق كذلك سيرجع لك يوما ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الساحر التائب قصة داود الساحر التائب تكشف عن أن رحمة الله واسعة وأنه سبحانه واسع المغفرة وأن الله هو خير حافظا وأن الحديث عن الشياطين والجن أمام قدرة الله مجرد هراء وأن ما يضر الإنسان أو ينفعه ما هو إلا ما أراده الله يقول داود عشت مع الشياطين ثمانية عشر عاما مارست خلالها كل أنواع السحر كانت البداية عندما غابت العقيدة عن المنزل وبيت الأسرة فوالدي كان ساحرا وعندما أصبح والدي مسنا كنت البديل له ومع ضعف العقيدة والإيمان دخلت عالم شياطين السحر لتكون أكبر رحلة من المعاصي لقد كنت أختلي بنفسي في كهف في الصحراء مع الشياطين لقد مكثت داخل قبر لمدة خمسة عشر يوما لأنال والعياذ بالله شرف تنصيبي لقب ساحر وفقدت بهذا اللقب إنسانيتي وكنت أظن أنني لن أموت بعد رحلة تنصيبي ذهبت إلى السعودية لمدة ثلاث سنوات مارست فيها كل أنواع السحر والنصب وعدت بعدها إلى بلدي مشهورا يقول الناس بأنني أكبر ساحر وفي إحدى الليالي دخل علي شاب ملتزم حذرني من غضب الله وقال إن السحر كفر لكني لم أستجب له ولم أهتم بكلامه بعد ذلك قرأ آية الكرسي فشعرت أن الشياطين الذين مثلي هربوا بعيدا عني ودخل الخنجر الذي أمارس به السحر جسدي لأدخل بعدها المستشفى لمدة ثلاثة أشهر وبعد أن شفيت حاولت الانتقام من هذا الشاب بمحاولات كثيرة ولكن كل المحاولات فشلت لإيمانه القوي أما عن توبته فيقول داود لقد جاءت توبتي من خلال رؤية شعرت خلالها أنني أموت وتم دفني ودخول القبر وسألتني الملائكة من ربك وما هو دينك وهل صليت وكانت إجابتي تؤكد كفري بالله فقمت من النوم أصرخ بأعلى صوتي وبعدها بدأت أفكر فيما أفعل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ثم ذهبت إلى الشاب الملتزم فأحسن استقبالي وساعدني على التوبة وشرح لي حديثا شريفا يبين ويثبت أن السحر كفر فاقتنعت بكلامه وذهبت إلى المسجد لأصلي بعد أن اختسلت واستبدلت ملابسي وبعد فترة عدت إلى منزلي لتبدأ معركة التوبة مع الشياطين الذين رفضوا عودتي وهددوني بالانتقام ليس في نفسي بل في أولادي وأهلي واخترت طريق التوبة وظلت الشياطين تحاربني في أولادي حتى أصبحنا في خطر شديد وبفضل سورة البقرة والأذكار وكثرة تلاوة القرآن في المنزل زال الخطر وتمسكت بتوبة إلى الله ونجحت وبحمد الله في توبة ثمانية وخمسين ساحرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فتاة مسلمة عفت والتزمت بدينها وارتقت بأخلاقها فرزقها الله بتدبيره وقدرته بزوج مسلم وعندما حانت ساعة الزفاف دخل العروسان إلى منزلهما وقدمت الزوجة العشاء لزوجها واجتمع على المائدة وفجأة سمع الاثنان صوت قرع الباب فانزعج الزوج وقال غاضبا من ذا الذي يأتي في هذه الساعة قامت الزوجة وبقفت خلف الباب وقالت من بالباب فأجابها الصوت من خلف الباب سائل يريد بعض الطعام عادت الزوجة إلى زوجها وقالت له سائل يريد بعض الطعام فغضب الزوج وقال أهذا الذي يزعج راحتنا ونحن في ليلة زفافنا الأولى خرج الزوج إلى الرجل وضربه ضربا مبرحا ثم طرده شر طرده ثم خرج الرجل وهو لا يزال على جوعه والجروح تملأ روحه وجسده وكرامته بينما عاد الزوج إلى عروسه وهو في ضيق شديد من ذلك الذي قضع عليه متعة الجلوس مع زوجته وفجأة أصابه شيء يشبه المس وضاقت عليه الدنيا بما رحبت فخرج من منزله وهو يصرخ وترك زوجته التي أصابها الرعب من منظر زوجها الذي فارقها في ليلة زفافها ولأنها مشيئة الله فقد صبرت الزوجة واحتسبت الأجر عند الله تعالى وبقيت على حالها لمدة خمسة عشر عاما وبعد هذه المدة وتلك الحادثة تقدم شخص مسلم لخطبة تلك المرأة فوافقت عليه وتم الزواج وفي ليلة الزفاف الأولى اجتمع الزوجان على مائدة العشاء وفجأة سمع الاثنان صوت الباب يقرع فقال الزوج لزوجته اذهب وافتح الباب قامت الزوجة ووقفت خلف الباب ثم سألت من بالباب فرد من خلف الباب قائلا سائل يريد بعض الطعام فرجعت إلى زوجها وأخبرته بما يريد السائل فرفع الزوج المائدة بيديه وقال لزوجته خذي له كل الطعام ودعيه يأكل إلى أن يشبع وما بقي من طعام فسنأكله نحن ذهبت الزوجة وقدمت الطعام للرجل ثم عادت إلى زوجها وهي تبكي فسألها ماذا بك لم تبكين ماذا حدث هل أخطأ السائل في حقك فأجابته والدموع تفيض من عينها لا ولكن هذا الرجل الذي يجلس على بابك ويأكل من طعامك كان زوجا لي قبل خمسة عشر عاما وفي ليلة زفافي منه طرق سائل بابنا فخرج زوجي وضرب الرجل ضربا موجعا ثم طرده ثم عاد إلي متهجما ضائق الصدر ثم أظنه جن أو أصابه مس من الشياطين فخرج هائما لا يدري أين يذهب ولم أره بعدها إلا اليوم وهو يسأل الناس فانفجر زوجها باكيا فقالت له ما يبكيك فقال لها أتعرفين من هو ذاك الرجل الذي ضربه زوجك إنه أنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه ومعنى ينسأ له في أثره التوفيق للطاعات والبركة في عمره رواه البخاري ومسلم